ساعات قليلة بعد إعلان جماعة الحوث الإنقلابية قصف مطار خالد في العاصمة السعودية الرياض حتى ردت طائرات التحالف العربي بغارات مكثفة وهزت عدة انفجارات للعاصمة صنعاء بعد سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية وأخرى حيوية تابعة للميليشيات الإنقلابية الغارات التي ضربت صنعاء في الساعات الأولى من مساء أمس وصباح اليوم استهدفت مواقع جنوب المدينة ومحيطها وتوزعت على معسكر النهدين وجبل عطان ومنصة السبعين التي تقام فيها الاحتفالات الوطنية بالإضافة إلى وزارة الدفاع والداخلية ومقر الأمن القومي وكلية الهندسة شمال صنعاء وتحدثت المصادر عن شن الطيران العسكري ستة غارات جوية أخرى استهدفت منطقة سنحان مسقط رأس المخلوع صالح في ضواحي صنعاء المصادر لم تتحدث عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر جراء القصف في استهداف صنعاء التي تمثل معقل الإنقلابيين يمكن القول إذن أن قصفا متبادلا شهدته الساعات الماضية وذاقت الرياض شيئا منه لتستعيد سنوات القصف الثلاث الماضية ما اكتوت به صنعاء اشتركوا في القناة